إذاة القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون دقيقا فقهي ألد هل يصح أن أصوم يوم الجمعة فقط لسداد أيام قضاء من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا يصح قضاء ما عليك من أيام رمضان في يوم الجمعة فالنهي عن صوم يوم الجمعة منفردا نهي تنزيه عن التنفل المطلق فيه بالصوم يعني إيه نهي تنزيه؟ يعني أنه ليس حراما ولم يكن نهيه حتى قراها التحريم وإنما قال الأولى ألا تفرده بالصيام يعني خليش يوم الجمعة وحده الصيام ولكن إذا صمنا فيه الصوم يكون صحيحا نعم الصوم يكون صحيحا إذا كان صوم يوم الجمعة قضاء لصوم واجب قصوم رمضان فالصوم فيه حينئذ يكون جائزا شرعا ولا حرج فيه ولا كرهة والله أعلم دقيقة فقهية دكتور مجد عشور حسن سليمان ترجمة نانسي قنقر